بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكو وعملة ميتة باي التي أصارت الجدل حولها يعني العملة ديت من أكتر العملات التي أصارت الجدل هل هي عملة سكام ولا ليست سكام وناس كتيرة بتعتبرها عملة سكام طبعا أنا شاهدت أكتر من فيديو لمستثمر أجنبي وجدت تقريبا 15 فيديو بتحدث عن العملة هل هي سكام ولا غير سكام وانتهينا في نهاية الأمر في هذا البحث إن هي عملة ليست سكام تمام دي أول حاجة تاني حاجة طيب هي مش سكام لسه في حاجات برضو بعض الغموض يعني العملة ديت مش هتلاقي فريق العمل يعني أنت لما تنزل في موقعهم كده لن تجد فريق العمل طبعا هم بيشتغلوا على الميتا فيرس وبيبيعوا أراضي حول العالم وعملين خريطة كده زي خريطة جوجل تمام وتقدر تشوفها يعني بص هم عاملين بقى الميتا فيرس وطريق الدفع وعملين حاجات كتيرة جدا وعملين طبعا سوشيال ميديا وحرقوا 20% من العملة تم حرق 20% من العملة وده كلام ممتاز جدا لكن العملة كتيرة يعني أنت العملة لما تزنب كوين ماركت كاب هتجد دينية انت بتتكلم في 1 تريليون تمام 1 تريليون لكن هم حرقوا 20% وما زالوا مستمرين في مسألة الحرق يعني أنت كل مثلا ما تعمل عملية بيع بيتم الحرق كل بيع أو شراء بيتم حرق جزء من الماركت كاب عندهم 451 ألف دولار تمام فحتى لو الفريق ده عاوز ينصب مش هينصب في هذا المبلغ أو المصاري الزهيدة للغاية مفيش حد هينصب فيه نصف مليون دولار تمام لأنه هو الموقع والحاجات دي كلها هو مكلفها فمش هيدخل علشان ينصب عليك فيه نصف مليون دولار فيه مليون دولار لا يوم ما هينصب هينصب فيه عشرة مليون عشرين مليون مئة مليون انت فاهم يعني لازم الهبرة تكون هبرة كبيرة يعني مش هينصب في 451 ألف تمام دي حاجة الحاجة التانية احنا هنشوف المشروع طبعا فيه حاجة مهمة جدا فيه العملة ديت إن العملة ديت وصلت إلى 3 أصفار 5 3 أصفار 5 تمام إن الموقع كاتب 3 أصفار 2 7 لا هي وصلت إلى 3 أصفار 5 يعني انت لو نزلت بالأسفل طبعا كله بيشتكي منها بص كله بيشتكي سكام يا جماعة بيع بيع ما فيش اللي واحد ده هو اللي قال شراء وبص الراجل ده عمال ينادي ويهاتي سكام 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 فاهم فيه ناس كتير بتشتكي من هذه العملة سكام بص هو عموما المستثمرين حول العالم لما بيجدوا ده كل ده بيقول شراء تمام ده بيع ده شراء شراء المستثمرين حول العالم اللي بيجدوا عملة هبطت هبوط كبير جدا على طول بيدخلوا يقول لك ده سكام تمام وممكن واحد يكون له أغرض أخرى عايز يشتريها بأسعار متدنية فيدخل يقول لك ده سكام طبعا هي حققت معدل نمو غير طبيعي بص صعدت كام من أدنى سعر لا لكن أدنى سعر ده ما حد شراء عليه أصفار أه ثلاث أصفار خمس فهو هنا هتلاقيه خمس أصفار يعني هو حاليا خمس أصفار عزل ست أصفار اتنين تلاتة أربعة خمسة ست تمام ست أصفار ست يعني انت لما تيجي تشتري مثلا هنا هنقول مثلا انت عاوز تشتري كام عاوز تشتري مليار واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تمام فالمليار بستمائة مليون تمام طب انت لأ عايز تشتري مثلا مليون واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة المليون بستين سنت عشرة مليون بستة مئة مليون بستين دولار مئة مليون تمام فانت هتشتري مئة مليون بستين دولار مئة مليون انت متخيل مئة مليون فمئة مليون انت بقى انت عايز تروح لكام لتلت اصفار واحد عايزها تذهب الى تلت اصفار واحد تعال بقى نحسب تلت اصفار واحد ديت في مئة مليون يعني انت بتتكلم اهو واحد اتنين تلاتة واحد في مئة مليون مئة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست تمام هيصبحوا عشر تلاف دولار تمام انت اشتريتهم بقى ايه بستين دولار انت مشتريتش غير بستين دولار ستين دولار سبعين دولار تمانين دولار حتى لو مئة دولار تمام اشتريت بمئة دولار فوصلوا معاك الى عشر تلاف دولار لمجرد ان هو ايه ذهب الى تلت اصفار واحدة لهو عملها قبل كده ده عمل اكتر منها يعني هو ذهب الى تلت اصفار خمسة هو لو ذهب تلت اصفار خمسة العشر تلاف دي هتصبح كام خمسين الف لا انا بقول لك تلت اصفار واحد اللي هو اقل من الرقم اللي هو جابه قبل كده تمام فطبعا هي ممكن تكون فرصة استثمارية لكن محفوفة بالمخاطر لان هي ممكن تكون عملة سكام ممكن تكون عملة سيئة للغاية عملة احتيال اي حاجة يعني حتى الان طالما فريق العمل مش ظاهر اصادك فانت تخاف لكن مثل هذه العملات احنا جربناها كثيرا بتجد ممكن عملة زي دي ممكن تلاقيها عملة عشر تلاف ضعف فجأة يعني ايه مثلا الناس عمالة تقول عملة سكام وعملة مش عارف ايه وتلاقي العملة دي اتعملت هذا الشكل تمام قالت لك طبعا انا مش هسكام اتفضل تمام طبعا عندك مشكلة في البيع هقولك بقى الدهليز والاسرار الخاصة بهذه العملة عندك مشكلة في البيع ان الناس ايه بيشتروا فيها بالمليارات يعني انا شفت الاجانب بيشتري فيها بالمليار ممكن اشتري مليار ما ما يشتريش بقى ما يقتنعش زينا ويشتري ميت مليون احنا غلابة فاهم لكن هما لأ اا عايز اشتري مليار وفا ساعاته ييجي عايز يبيع المليار يعني في الصعود ده اجانب كسرين كانوا عايزين يبيعوا المليار العملة عاملة حاجة اللي انت ما تقدرش تبيع الا مية وخمسين مليون واحدة منها اكتر من كده بيوقف لك عملية البيع فاهم الحتة ديت فعشان كده هما قالوا عليها ايه سكام لكن هي مشي سكام هي الحدود البيعية الخاصة بيها لكل متاجر هي مية وخمسين مليون فا انت ما تشتريش اكتر من مية وخمسين مليون اشتري ميت مليون تمام بحيس لما تيجي تبيع تبيع بقى رياحية وما فيش اي مشكلة عندك طبعا الماركت هو بنك سواب يعني انت هتشتريها عند بنك سواب طبعا هم هنا بص اربعة اثمانين اثنين وسبعين اعلى من المنصة لكن المنصة غير موثوقة يعني ديكسي ديت غير موثوقة فالافضل انت تشتري على بنك سواب طبعا انت هي بي ان بي تمام هي طبعا شبكة بي ان بي فلازم تحول الاول على ميتا ماسك تحول لهم بي ان بي تمام وبعد كده هتدخل بنك سواب فتربط البنك سواب بالميتا ماسك وتشتري عملية الشراء العادية تمام هتشتري مين العملة ديت ممكن تشتري بيها بقى زي ما انت عاوز يعني عايز تشتري زي ما قلت لك في حدود ايه الميت مليون يعني تشتري ميت مليون بستين دولار بكتيرك قوي مية وخمسين مليون تمام بس وتتركهم يعني ستين دولار ولا تمانين دولار مش هيفرقوا معاك لكن لو العملة دي صعدت الف ضعف هتفرق معاك كتير ان الستين دولار يتحولوا الى ستين الف دولار طبعا العجيب ان انت اا توصي او تقول على عملة وهي هبطة تسعة وعشرين بالمئة وهبطة هبطة كبير يعني انت مثلا لو جيت على الشارط هتلاقي ان هي هبطة هبطة كبير اا خليها على الاسبوعي هتلاقي بص الهبوط بص هي كانت فين وراحت هبطة هبطة كبير على المدى الاسبوعي او على مدى السبعة ايام على المستدوى اليومي او هبطت هبطة كبير كانت بص فين وفجأة راحت مرمية متدور التاسع وزي ما انت شايف كده بتصارع الامواج تمام فما فيش اي مشكلة اللي انت تقول على عملة زي كده بحيث اللي انت ممكن زي ما قلتلك تشتري بحاجات بسيطة ليه العملات اللي هي بيقصر عليها الجدل غالبا بتعمل طفارات غير طبيعية يعني ممكن تقول عشر عملات عليهم جدل شديد ممكن تلاقي مثلا منهم ثلاث عملات او خمس عملات صعدوا وعمل عشر اضعاف مش عشر اضعاف عشر تلاف ضعف مئة الف ضعف الف ضعف تمام وطالما هما بيتبنوا مسألة الحرق ديت ده امر جيد وتاني حاجة ان هما بيوزعوا بس عايز اعرف بس بيوزعوا قد ايه يا ريت اللي يعرف هما بيوزعوا قد ايه العبلات لان انا عارف ان هما بيوزعوا اكتر من حوالي ستمائة بالمئة في العام فطبعا ستمائة بالمئة ديت لوحدها انت هيبقى معك صاروة هائلة يعني انت اشتريت مئة مليون فبعد سنة هيصبحوا سبعمائة مليون اكتر من سبعمائة مليون فده طبعا لو الامر كده فلا نتركها نشتريها ونتركها لمدة سنة تلعت سكام خلاص ما فيش اي مشكلة ما تلعتش سكام انت بتتكلم بقى ثلاث اصفار دولت واحد هتضربهم في سبعمائة مليون وليست مئة مليون يبقى استفدت انت من الستيكنج اللي حصل على العملة وايضا مع ارتفاع العملة بالتوفيق ان شاء الله وطبعا دي ليست نصيحة استثمارية لان ممكن الغالبية هتقول ان هي سكام انا بقول لك انت هتجد اغلب المواقع بتقول سكام بس ايه ادرس الموضوع وشوف وتابع الحركة خصوصا ان الفوليوم طبعا فيه نقطة سلبية ان الفوليوم بيزيد مع هبوط الاسعار يعني هي العملة عمالة تهبط وفيه فوليوم زايد هي دلوقتي واحد وتمانين الف تمنمية تاتة وتسعين طبعا ده فوليوم بسيط جدا على هذه العملة والماركت كاب زي ما انت شايف ربعمية واحد وخمسين لسه العملة في بدايتها فالمخاطرة في هذه العملة انت داخل عملة لسه في البداية لكن اما ان انت تحقق ارباح خيالية عشر تلاف ضعف مئة الف ضعف ألف ضعف واما انك تخسر المصاري بالتوفيق ان شاء الله